اهلا بكم في الحلقة الرابعة من سلسلة المبتدئين والنهاردة معانا موضوع مهم جدا 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 وهو او حروف الجر الخاصة بالوقت هنتكلم على ان هنتكلم على ات هنتكلم على ان بنستخدمها في سبع حاجات مختلفة هنتكلم عليها النهاردة بس عموما ان بنستخدمها مع period period يعني فترة زمنية ليها بداية ولها نهاية اول حاجة بنستخدم ان مع century يعني القرون لهو القرن يعني قرن من الزمان طب خلينا نديك مثال trains القطارات تم اختراحها في القرن السامن عشر يبنت لو حتجيب N لو حتجيب century corn use N ليه لانا القرن هو فترة من الزمان لبداية ولنهاية تاني حاجة بنستخدم IN مع ال decade وال decade يعني عقد من الزمان يعني فترة من عشر سنوات for example my father was born in the 40th my father was born in the 40th والدي اتولد في الاربعينات ممكن 41 42 43 ok you can say 19 40s or 40s يبقى العقد من الزمان ده برضو فترة لها بداية ولها النهاية وبنستخدم معها IN ثالث حاجة years بنستخدم السنوات مع بنستخدم IN مع السنوات فمنقول مثلا أنا خلصت الكلية بتاعتي في 2010 I finished my college in 2010 حاول انت بقت طرع عم سيلا كتير انت خلص عرفت IN مع سنوات والسنة 12 شهر فدي فترة لها بداية ولها نهاية برضو واحنا قلنا من الاول ان IN بنستخدمها مع الperiods او الفترات ننزل بعد كده شوية بعد السنين باحنا بتلينا بحاجة كبيرة قوي متسانة century نزلنا تحت شوية decade نزلنا تحت اكتر years هننزل كمان هنلاقي seasons بعد السنوات على طول بعد ال years عندنا المواسم seasons in summer in winter in fall in spring مثلا we go to Alex احنا بنروح اسكندرية we go to Alex in summer احنا بنروح اسكندرية في الصيف وهكذا بعد السيزنز خمن كده اكيد اصغر من السيزنز ايه شهور 30 يوم فترة برضو in april in january in march وهكذا مع كل الشهور سادس حاجة معانا اجزاء اليوم parts of the day يعني in the morning in the afternoon in the evening i take a bath or a shower in the morning before i go to work in the morning اوكي اخر حاجة معانا اوكي لما بنستخدم in عشان نتكلم على فترة زمنية في الماضي او فترة زمنية في المستقبل حيحصل فيها حاجة يعني مثلا عاوز اقول مثلا البوس اللي هو الأوتوبيس حيوصل في خلال ساعة فحقول the bus will arrive in one hour اوكي ساعة في مدة زمنية في مدة ساعة يعني in هنا معناها في مدة او في خلال ساعة فلو عاوز تقول دائما في خلال استخدم in another example i learned english in two years انا تعلمت الانجليزية في خلال سنتين اوكي تعالى بقى نتحرك على تاني حاجة معانا النهاردة وهي on عاوزين بردو نعرف هي بتيجي مع a وهي اسهل بكتير على فكرة من ان لانا بتيجي مع حاجات قليلة يلا بينا on بنستخدمها اول حاجة مع الكلمات اللي بتنتهي بday في الانجلش عشان كده احنا بنستخدمها دايما مع يام الاسبوع عمرك سألت نفسك ليه فبنقول on friday on thursday on monday كمان اي كلمة بتنتهي بday زي مثلا holiday on holiday وكمان vacation عشان vacation اجازة زي holiday فبنقول on vacation اوكي on my birthday في عيد ميلادي وهكذا اي كلمة بتنتهي بday والاستثناءات طبعا قليلة جدا تاني حاجة مع التواريخ لو عندك تاريخ يبقى لازم تستخدم مع on وتاريخ في النغة الانجليزية يعني day plus month يوم وشهر او day plus month plus year او يوم وشهر وسنة بس اللي يبقى لازم يبقى عندك في عمل مشترك لازم يبقى في يوم لو ما فيش يوم ما فيش تاريخ ولو ما فيش تاريخ ما فيش on اوكي تايب خلينا اديك مثال انا اتولد i was born on april اوكي طبعا امريكان انجليش ممكن نقول 21 or 21 عادي حتقول لي ايه ده مش الشهور احنا اخدناها لسه في ان بنستخدم معاها ان لا ده هنا date انا ابتديت قابل شهر بس انا عندي يوم فلازم طبعا ما بقى تاريخ وفي يوم لازم ابتدي بان لو ما فيش يوم حط ان عادي اوكي يعني مثلا لو انا حقول i was born in april 1985 هنا استخدم ان عشان ما فيش يوم اوكي اوكي فلازم اوكي تفهم ان on بنستخدمها مع التوريخ خد بالك انا كنتم ممكن اقول i was born on april 21 او the 21st on 21st of april واحدة American way واحدة British way لكن الاثنين في النهاية تاريخ ليه تاريخ عشان عندنا يوم تاني لو عندك يوم استخدم دايما on لو عندك يوم في التاريخ اوكي طيب that's very good يلا بينا بقى مع تالت حاجة النهاردة تالت حرف جره هو at هنعرف بنستخدمه مع ايه و هيعجبك جدا 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 يلا بينا at بنستخدمها اولا عشان نتكلم على نقطة محددة في اليوم يعني انت لو في نقطة محددة كده يعني ودقيقة قوي بنستخدم معها at زي مثلا at noon في الظهيرة ده منتصف يعني ساعة الشمس المتبقى فوق راسك بالظبط اتناشر الظهر او at midday at midday at midday at midnight في منتصف الليل اوكي او at night اوكي اوكي كمان بنستخدم at مع الساعات specific hours الاوقات يعني مثلا حقبلك الساعة عشرة i will meet you at 10 pm مع الاوقات حقبلك الساعة سبعة ونص اوكي او قبلت الساعة سبعة ونص اوكي او قبلت الساعة سبعة ونص اوكي او مع الحفلات او الاعياد زي مثلا مع الفيستفل زي at christmas اوكي زي at easter زي at aid العيد وهكذا اوكي طيب افتكر حاجة بس ان لو انت عندك christmas day هتستخدم on يعني at christmas لوحدها لكن لو في دي اي واي يبقى حتقول on christmas day لان قولنا ان on بتيجي مع الايام عاوز بقى اتكلم على شوية common mistakes او اخطاء شائعة كمان مع on اوكي ومع حروف جر عمون مش on وات وان يعني اوكي ما بنستخدمش لا in ولا on ولا at مع كلمات فيها next وفيها last يعني مثلا next monday ما تقوليش on next monday عاوز اقول انا حقابلك الاثنين الجاي ما تقولش i will meet you on next monday لا قول بس next monday او last monday لو في next وlast ما نستخدمش حروف جر دي اول خطأ شائعة تاني خطأ tomorrow today tonight yesterday دول مش اسمها عشان ياخدوا حروف جر فما بنستخدمش حمام حروف جر وفيش اسمها in today ولا on tomorrow ولا at tonight دول ما بياخدوش حروف جر خالص لو tomorrow today tonight yesterday اوكي that's very good السيشن كانت كويسة جدا تعلمنا النهاردة ال prepositions of time او حروف الجر هتلاقي الاكسرسايز او التمرين كالعادة في اول تعليق حاول تعمله عشان to practice او نمارس مع بعض لو الفيديو عجبك please share و like و اعمل اشتراك في القناة عشان نكبر مع بعض و نكبر بكم انتو دايمن شركاء النجاح thank you very much and wish you all the best bye bye